تواصلت المواجهات في عدة مناطق يمنية بالتزامن مع غرات للتحالف الذي تقوده السعودية على عدد من المواقع في صنعاء وتعز والضالع والبيضاء في غضون ذلك التقى المبعوث الأممي في مسقط وفدا من صنعاء بشأن الحوار المرتقب في تطور جديد لما سر الحل الدبلوماسي في اليمن التقى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في العاصمة العمانية مسقط وفدا قادما من صنعاء مكون من ممثلين عن حركة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام وبقية القوى السياسية الداخلية وعقب هذا اللقاء أوضح الناتق باسم أنصار الله محمد عبد السلام من الوفد اليمني قدم للمبعوث الأممي أفكارا جادة تسهم في وقف النزاع في اليمن وتهيئ الظروف لأي حوارا سياسي مقبل ميدنيا أعلنت القوات المؤيدة لرئيس عبد الرب منصور هادي استعادتها بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية مواقع في تعز في إطار العملية العسكرية الجارية هناك وقالت أنها أحرز تقدما في محور الشريجة الراهدة كما تجددت المواجهات في منطقة الذباب الساحلية غربي تعز فيما قصف طيران التحالف مواقع قرب القصر الجمهوري ومعسكرا لقوات الأمن الخاصة ومواقع أخرى كما قصف طيران التحالف مواقع في محافظة طي الضارع والبيضة ومواقع أخرى بمنطقة عطان غربي العاصمة صنعة في المقابل أعلن مصدر عسكري يمني أن قوات من الجيش والإجان الشعبية تقدموا في بعض المناطق في الشريجة بلاحج جنوب البلاد وسيطروا على جبل حمالة ومناطق أخرى بعد مواجهة عنيفة مع القوات الموالية لهدي كما أعلن عن قصف مواقع في عسير وفي ناجران إضافة إلى استهداف موقع الفريض العسكري بجيزان على الحدود مع السعودية